يا من تحبون النبي محمدا صلوا عليه وسلموا طول المدى وصلاتكم وسلامكم نورا لكم في أمسكم وبيومكم ولكم غدا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أخواني في الله إن شاء الله تكونوا لباس في الفيديو تاليوم حبيت أن أعطي لكم السلة كتاعي كما قدرت لها شوية تعديلات اليوم لي فاتوا كامل وانا نخدم فيها هاي لكم زيمة أنا الحيوط من تحها هذوك كانوا بريك في بريك أنا حكمت لبستها وقدرت لها شوية جير على خاطر الجير مليح بزف هي قضينا على الفاش وزدت لهم شوية تعمى آكل كانوا عندي خمسة يقيلا قلبتهم حداش واليام الجايين بربا إن شاء الله هنزيد لهم شوية على خاطر المكلف اللغة تمرز الطيور بزاف يجب أن ندلهم في المأكل وهذه الباصة اللي مننا درت لهم فيها تراب هذا الفانوس هذا شره لي بابا نشعله لي متليس كون برب إن شاء الله عندي الطيور حاظنين للبيض خليف اللي تشعل وضوت عمليح وحنين قليل خلاص وهذه اللي هنا البلاصة نديري فيها تراب اه درت هذا اللوحة هذي من هنا طالعة شوية باعتراب ما يعديليش الجيهة القرمة السلاكة وبرب إن شاء الله نحط لهم فيها شوية تعلقال سيوم شوية وهي شي بالشجرة اللي خدمتها ومعليش الوقت مكفينيش الوقت ضيق بزيف بزر بتبر قدرتها برب إن شاء الله في الصيف نديري شجرة أحسن منها إن شاء الله المهم يوقف عليها وخلاص واللي هنا كيماراكم تشوفوا هني نطلق في الطيور نتاعي الواحد ورا خور كين لي ساعات واحد يدير روح ورا حايموت في يدي اي حبش يخرج خلاص اه ما عرف وينه ومهم في بلاسه ملو بلايس اه يا ركح خلاص نحرك فيه بذرع بعين شكيمة هذا ها حتى ندزه وبهي هبط إنه رمال وكي حكمتوا بك من بعدي واللي عادي أنا الطيور نتاعي استغلت الفرصة أني حكمتهم شدت اللي مرايط جبتوا وحده بهندويه واللي عندي لا ذاكر بزيف ثاني جبتهم وحدهم أكيد ما نشح نسحق بزيف لا ذاكر واستغلت الفرصة قصيت لهم ضفارهم كامل قبل ما نطلقهم للسلاك على خاطر لفاس وطلقتهم ما قدرش نضع نجي وراهم ونخلع فيهم وكلش نحيت لهم ضفارهم ونحيت لهم الريش الزايد بها يعاونهم في هاتكوب لي برب ان شاء الله نا هكي ما هذا بعدها درحوا بميت المهم يحسوا بالحرية شوية ما هيش كما في القصص الصغير وخلاص ودرك وصلنا نهاية الفيديو وصلنا الحكمة اليوم اللي يزبون التفاؤل لا يعني انك لن تمرض ولن تتعب ولن تبكي ولن تحزن التفاؤل يعني انك تمدك الرضا على كل اقدار الله وتعيشها حامدا وشاكرا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته